ما عليكنا اليوم من خلال هذا اللقاء الأخوي حقيقة اللي يجمع بلداننا العربية وتحركات مصر الكبيرة في استقطاب كل بلداننا العربية لا توجد دولة عربية تغرد خارج السرب ما هي المخرجات المهمة من هذه وحدة الصف العربي من هذا اللقاء الأخوي؟ طبعا حركة الظروف الدولية والإقليمية بتفرد هذا النوع من اللقاءات ومن هذا النوع من التشاور وإلا نبقى احنا مقصرين في حق شعوبنا طبعا موضوعات تغير المناخ، موضوعات الكورونا لكن العالم أصبح محفوف الآن بمقاطر كثيرة وكلها تحت عنوان واحد وهي عبر الحدود بمعنى أن أنت لا تستطيع أن ترك إلى أن أنت دولة عايشة في حدودها آمنة ومش هيصل إليها هذه الأقطار لا هذه الأقطار سوف تصل إلى الجميع لأن كل شيء الآن أصبح عابر للحدود إذن أنت أعتقد أن مثل هذه التشاورة يمكن أن يبدأ من قبل قمة جدة وحتى سيد الرئيس سافر إلى عمان مثلا على سبيل المثال إلى ماسقط وأيضا عمل لقاءات كثيرة سراسية وسنائية ويمكن اللقاء الأخوي الموجود كان في مدينة العالمين الجديدة عادتك لو هتلاحظ أنه فيه قدر من التشابك ما بين مؤسسات كانت قائمة من قبل بمعنى أنه مصر الأردن العراق ده طبعا تعاون سلاسي موجود بقى له فترة طويلة وكان له المتائج مباشرة الظرف الحالي بيتطلب منك أن أنت تقوي قوتك الذاتية تعتمد على نفسك والحمد لله إمكانيات العربية متوفرة وفيش حجة أبدا أننا نتبطأ فيه مثل هذا الشأن فأنا بشوف أن الظرف الدولي والإقليمي بيحتم مثل هذه اللقاءات وبيحتم أن يكون فيه مخرجات يستفيد منها الإنسان العربي اللي إحنا تقريبا كلنا بنشتغل عشان رفاهيته وعشان أمر